بناء على ما ذكرنا سابقا وسنعود لحديث ربما بصورة أكثر خصوصية عن اليمن لكن على ذكر الصومال أنتقل إلى ضيفي من القاهرة سيد محمد علي شوتي سيد محمد الصومال لا يختلف كثيرا في وضعه بل هو ربما يكون أصعب من وضع اليمن ما في حكومة أصلا في حكومة انتقالية غير معترفة بيها القرصنة بالصومال تهريب السلاح الفساد الإداري والمالي الوضع القبلي وجود السلاح داخل الصومال كل هذه تكون تشكل بيئة خصبة لتنظيم القاعدة في الصومال عندما تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية على أنها ستحارب الإرهاب تأتي أيضا على ذكر الصومال كما تأتي على ذكر اليمن والعراق وأفغانستان أيضا ما المتوقع أن تقوم به أمريكا تجاه الصومال سيدتي العزيزة الحكومة الانتقالية الهشة والصراعات القبلية بين الفصائل المختلفة كل هذا جعلت الصومال منطقة خصبة لتواجد العناصر التابعة لتنظيم القاعدة وأمريكا أكثر من مرة أشارت إلى أن الصومال هي ملاد آمن لتنظيم القاعدة ولو أن أمريكا دخلت الصومال عام 1994 وفشلت في ذلك الوقت إلا أن كل دلائل تشيره أن الصومال مسرحا لتنظيمات الجهادية التابعة لتنظيم القاعدة كل هذا سيجعل أكثر تطورا بسبب تزايد هذه العمليات ما الذي يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الآن وعندها تجربة صعبة بال94 مع الصومال عندما يتم الحديث عن محاربة الإرهاب في الصومال في ظل الوضع السيء الذي ذكرناه في التقرير وتفضلت به أيضا التنظيم القاعدة يشكل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدول الغربية بعد أن أصبحت الصومال مسرحا أو بلدا مفتوحا لكل من هب والدب وكل هذا واضح أن مقاتلين أجانب وصلوا إلى الصومال يقاتلون جنبا إلى جنب مع حركة الشباب المجاهدين التي أعلنت أنها تابعة مباشرة للنظيم القاعدة وولايات المتحدة الأمريكية تساعد الحكومة الانتقالية في محاربتها ضد هذه الجماعات التي تشكل خطرا على أمن القرن الإفريقي والأمن العالمي على حد الصوار هل تساعدها لوجستيا أو من الناحية المادية واضح على الأرض مساعدة الأمريكان نعم أنت تعلمين أن أمريكا قد أعضت الضوء الأخضر لإيتوبيا قبل عامين في احتلالها للصومال ومساعدتها لحكومة الانتقالية السابقة وبالتالي الحكومة الانتقالية ما زالت تحصل على مساعدات عسكرية من الإدارة الأمريكية لمحاربة الجماعات المتشددة في الصومال مثل حركة شباب المجاهدين وهذا واضح إلا أن هذه التكتيكات ما زالت جارية حتى الآن لضرب العناصر التابعة لحركة الشباب المجاهدين لأن الحكومة الانتقالية الآن تستعد لشن حرب مع الإرهابيين الموجودين في مقدشو وفي مقدمتهم حركة شباب المجاهدين سيد سيد ثابت عودا لك كله نضعه نحن تحت مسمى تنظيم القاعدة ولكن كل من له توجه إسلامي جهادي الآن صار يسمى بتنظيم القاعدة وهؤلاء موجودين في اليمن الوضع في اليمن ربما هو الآن أكثر صعوبة وأكثر خطورة لأن الحكومة اليمنية تحارب على ثلاث جبهات بالشمال والجنوب وتحارب تنظيم القاعدة أيضا هناك من يقول بأن الحل الأمني أبدا لن يجدي في هذا الموضوع قد يساعد لكن المطلوب هو حل سياسي هل الحكومة قادرة على اتخاذ حل سياسي؟ قادرة هذه مسألة تعتمد على الإرادة والرغبة في الخروج من المأزق السياسي العام الذي هو أحد عنوينه المسألة الأمنية والانفلات الأمني كما يحدث في شمال البلد أو في جنوبها الحكومة هي ترغب حقيقة بأن لديها رغبات للحوار لكن لا تنجح الرغبات من دون قدرة وإرادة حقيقية بالنسبة لوضع كل الذين يؤمنون بمبدأ الجهاد كمبدأ إسلامي على أنهم قاعدة هو من الخطورة بمكان ويشتت المعركة ويوسع الجبهة بشكل كبير المسألة هي ترتبط بتوصيف محدد للعمليات الإرهابية أو للتنظيمات التي تطلق عليها إرهابية التي تمس المدنيين التي تهدد مصالح البلد القومية التي تهدد السلام العالمي تحدد المسائل بدقة لكن توسيع المسألة في إطار عام أعتقد ليس من مصلحة الذين ينبرون لمقاومة ومكافحة هذا الملف وهو ملف الإرهاب في العالم سيد عبد العزيز بن سقر لكن مع هذه الحرب المستمرة منذ حرب أفغانستان منذ أحداث 11 سبتمبر أصبحت مسمى الإرهاب يتبلور أكثر فأكثر يعني دعنا فقط يعني أتي معك على الحادثين الأخيرين حادث فورت هود وحادث الطائر هؤلاء كانوا يعيشون داخل ولاية المتحدة الأمريكية إذن هم لم يخرجوا من اليمن أو من الصومال أو من أفغانستان أو العراق ما الذي يمكن أن تفعل أمريكا حيال هؤلاء بالتأكيد الولايات المتحدة تأكدت أن هناك خلل في الأجهزة الأمنية عندها فلم تستطعوا التقريب يبدو أنه أشار إلى هذه النقطة المهم هنا أن نؤكد على قضيتين فيما يسمى بالهارد سيكوريتي أبروش والسوفت سيكوريتي أبروش الهارد سيكوريتي أبروش اللي هو استخدام الوسائل العسكرية والأمنية والمعلوماتية والاستخباراتية لمحاولة محاربة الإرهاب الجانب الآخر وهذا وحده لا يكفي لأنه بدون وجود السوفت أبروش أو ما يسمى الجانب الآخر في المعالجة وهو الجانب الاقتصادي والاجتماعي والفكري والسياسي في كثير من الأحيان نعم لا بد يكون له معالجة ولا بد يكون موجودة بالتأكيد هو هذا ما سوف يحق نجاحات الولايات المتحدة قادرة أن تحارب حرب نظامية أمام عدو واضح سواء حرب نجوم أو حرب في الفضاء أو بحرية أو في مياه البحر العميقة لكن في حرب على الإرهاب لم تستطع هي حاولت أن ترسل بعض المختصين الأمريكاني الأفغانستان إلى بعض المناطق لتوجيه أو لمحاولة فهم أو معالج هذا الشيء طالما أن هناك عوائق والعوائق هذه كبيرة أنا أتمنى أن يذكروا الأمريكان لنا مثلا المشاريع التنموية التي أوجدت في اليمن لمساعدة اليمن لتجاوز محنته فيما يتعلق أو في الصومال المساعدات العسكرية الوحدة وإعطاء طائرات وإعطاء قدرات عسكرية هو جزء من الحل وليس كل الحل صحي ولذلك لا بد يكون في تركيز أبعد وأهم على الجوانب التنموية والاقتصادية والاجتماعية والفكريات التي لا بد يكون التعامل معها يعني حيث وجدنا تجربة المملكة على فكرة ويمكن هذا الموضوع نتطرق له بعدين التجربة المملكة فيما يتعلق بالرعاية والمناسة رح نرجع للموضوع بالتأكيد لن ينتهي عند هذه النقطة سيد عبد العزيز ولكن حتى الآن انتهت حلقة بانوراما شكرا جزيلا لك سيد عبد العزيز بن سقر رئيس مركز الخليج الأبحاث شكرا جزيلا لك سيد محمد علي شوتي المحلل السياسي الصومالي ضيفي من القاهرة ومن صنعاء ضيفي سعيد ثابت المحلل السياسي شكرا جزيلا لك على المشاركة أيضا العربية دوت نت للمزيد تحيطا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة